موسيقى مصابون بداء لا شفاء منه هو الأمل ونحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا الكلام لمحمود درويش واستشهد به محمود عباس الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة محمود عباس حذر من نكبة فلسطينية جديدة ترتب لها إسرائيل وكأنه النكبات اللي فاتت لم تكفي إسرائيل وقال إنه نصف مليون فلسطيني مشردون الآن وإنه إعادة إعمار غزة مسئولية دولية مسئولية العالم كله ووجه الشكر لمصر التي قامت بجهد خارق على حد وصفه لتثبيت وقف إطلاق النار لكنه أيضاً وجه الشكر لمصر لأنها أعلنت وترعى مع النرويج مؤتمر إعادة إعمار غزة الرئيس الفلسطيني قال إنه محاربة الإرهاب الذي يشوه الإسلام الحنيف وخصوصاً تنظيم زي داعش يتطلب ما هو أكثر بكثير من الحرب من العنف من القصف بالطيارات وأخوكم يفهم جيداً ما يقصده الرئيس الفلسطيني الرئيس الفلسطيني يقصد إنه حين نترك ظلماً فادحاً كالظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون حين نتركه هكذا كأنه أمر واقع مفروغ منه كأنه إسرائيل ما بتعملش حاجة ما هو ده بيملق الصدور بالكراهية يدفع الناس للتطرف المسألة واضحة جداً وهي معادلة الغرب وأمريكا شربوا مرها في 11 ستامر لكن برضو ما فهموش للأسف الشديد ما عرفش ليه في النقطة دي بالذات فهموهم تقيل ما عرفش التغريدة اليوم لطيفة جداً الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك بموجود قمة الأمم الجماعية العامة والدورة التاسعة والستين دورة بتجمع الشامي والمغربي والراجل حاضر بلحياته الجميلة الوقورة وعنده ميل إنه يعبر عن حسيسه كده هو وفريق العمل اللي بيدير صفحته على تويتر راح عملوا تغريدة لطيفة كده رد عليهم وده كان رد مفاجئ بالنسبة لهم ديك كوستولو الرئيس التنفيذي لتويتر قال لهم إيه بقى؟ قال له يا سيادة الرئيس تمتع بتغريداتك من الأمم المتحدة كنا نحب أن يتمتع بها الشعب الإيراني أيضاً متى سيكون ذلك؟ طبعاً ده محرق جداً بالنسبة لفريق عمل الرئيس الإيراني بالنسبة للرئيس الإيراني نفسه لأنه تويتر محظور مش بس تويتر موقع تويتر محظور من 2011 وإلى جانبه الواتساب واليوتيوب والفايبر والإنستجرام والفيسبوك لأسباب مختلفة منها أنه فيسبوك أسسه شخص يهودي هو الله مارك زوكربيرج من أصل يهودي وده سبب لطيف جداً يعني سبب كده حسس الواحد أن الحياة مدهشة الرئيس الإيراني يتابع صفحته يتابع حسابه على تويتر مليون ومتين وخمسين ألف متابع أكيد من الإيرانيين في الخارج لأنه الموقع محظور في الداخل يبقى الإيرانيون في الخارج هم اللي يتابعوا وطبعاً الناس تنين المهتمين يعرفوا الشأن الإيراني فالسؤال لم يرد عليه حتى الآن متى يستمتع الإيرانيون بما تسمحوا به لنفسك يا فخامة الرئيس أنت بتغرد الشعب هيغرد إمتى أما نشوف الفكرة الأساسية اللي أحمد ينجاد وقف مواقع التواصل دي وأقنع الإدارة الإيرانية الرئيس الإيراني السابق أقنع الإدارة الإيرانية بحضر مواقع التواصل دي هي عدوى الربيع العربي أنتوا عايزين الربيع العربي عدوى تنتقل معه الربيع العربي كان تويتر وفيسبوك والحاجات فهم على طول حكومة صارمة جداً عدوى؟ ربنا يستر لا 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 عدوى إيه؟ طب اقطع راح أقطعيه قضية اليوم أنتوا عارفين في بيت شعر لطيف جداً لجرير شعر العربي القديم شعر النقائض مع الفرزدق بيقول فيه إيه؟ زعم الفرزدق أن سيقتله مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع يعني بالعربي بتاعليومين دول الفرزدق قال أنه هيقتل واحد اسمه مربع هقتلك غبان عليه فهقتلك فهو جرير بيقول مدام الفرزدق قال له هقتلك يبقى مربع ده هيعيش لغاية ما كامل 120 سنة أبشر بطول سلامة ولا هيجرى لك أي حاجة يا أستاذ مربع لأنه ده بتاع كلام كداب بتاع كلام البيت الشعر ده نط في دماغي كده لما أريت تهديد داعش بأنها ستحتل السعودية والإمارات وده خلينا ننظر إلى داعش في حجمها الطبيعي داعش استطاعت أن تتمدد في سوريا لأن سوريا دولة منكوبة النظام فيها يحارب شعبه ويحارب الثوار والنظام بموت الناس والثوار في حالة اشتباك ففيه فراغ فتمددت داعش ما كانش فيه قوة حقيقية تستطيع الوقوف أمامهم في العراق الجيش العراق يسلمهم الموصل ودي حاجة غريبة جدا قوات عراقية عشرات الألوف مش يتسبت لهم قاعدة عسكرية ضخمة جدا وسبت لهم بنوك الموصل وسبت لهم كل حاجة فلم يكن هناك جهة حقيقية تقاتلهم فتمددوا في سوريا والعراق لكن لما يقول لك هاخدوا السعودية والإمارات سنبطشوا بهما وسنحتلهما سنفتحوهما السعودية والإمارات كإجراء انتقامي لأنهما يشاركان في الضربات الجوية على المجاهدين مجاهدي داعش أقول لهم زعم الفرزدق وأن سيقتلوا مربعا مش هيحصل ده تخويف ده استمرار لسياسة الترويع التي ينتهجها هؤلاء الإرهابيون أنتوا متصورين أنهما بيتبحوا الناس قدام الكاميرات كده لأنهما سذج بيسيقوا لسمعتهم في العالم دي استراتيجية استراتيجية التخويف هم عايزين يرعبوا الناس تسمع كلمة داعش تكش بجلدك كل ده كل ده لا يعني أنه داعش قوية داعش شديدة الضعف واتفقها وخاد الضربات على دماغها ولسه هتاخد رئيس أركان القوات الأمريكية اللي بتنسق العمليات ضد داعش سألوه في مؤتمر صحفي أنت اليومين الضربات دول عملوا إيه وهتوقفوا الضربات إمتى قال لهم إحنا ضربناهم في عضمهم الأهم بقى مش هنوقف الضربات الضربات مستمرة إلى مهلا نهاية لغاية ما يتم إضعاف وده التعبير الدقيق الذي استخدمه إضعاف هذا التنظيم وده تعبير يزعج الخليجيين ويزعج العرم الحقيقة يزعجهم جدا يعني إضعاف يعني ستسمحون له بالبقاء لكن ضعيفا وتم تعديله بعد كده وقالوا القضاء على هذا التنظيم فمقبول لكن إنه هذا التنظيم يهدد باجتياح السعودية والإمارات مش هيحصل مش هيحصل ولا أحد يخشاكم ويخاف منكم أنتو قلة ضعيفة مصابة في عقلها وليس لها قلب وستقص ست ستستقص شخصية اليوم الشعر حسام جويلي لماذا اخترنا هذا الشعر النبيل؟ اخترناه لأنه يعلم الأطفال الصم والبق يعلمهم الشعر قراءة وكتابة فيه كتاب مدهش لأستاذنا الكبير فاروق شوشة فيه إشارات إلى العلاج بالشعر وأنه هؤلاء الذين يتعرضونه ده يعني فاروق شوشة قدم لنا ذلك للقارئ العربي قدم لنا هذه الفكرة الفكرة المستخدمة بالفعل المتداولة في الغرب أنه أنت تستطيع عبر الشعر أن تتسامى على كآبتك على همومك على مخاوفك حتى حالات التأزم النفسي التي تمر بها لفترة طويلة كان الصم والبقم كانوا محرومين محرومين من متعة الشعر من توسعته للأفق الإنساني قدرة الإنسان على أن يرى الشعر يجعل الإنسان قادر على أن يرى ما لا يرى وعلى العلاج أيضا بالشعر الشعر الذي يهدئ النفوس لكن طبعا عمليا نحتاج إلى أن نعرف كيف يعني كيف استطاع أن يقدم لهم هذا الكنز البشري الهائل اللي هو الشعر أن يقدمه لهؤلاء الذين فقدوا نعمتي السمع والكلام يشرفنا الآن الأستاذ الشعر حسان جويلي مساء خير يا سيد حسان السيد النور أهلا بحضرتك يا أخي يديك بيضاء والله نشده على يديك لكن مش فاهمين ففهمنا بقى الموضوع يعني في تصفيل كتير جدا بس أنا حاول أبصد على عد ما أقدر يعني هو فكرة كده جدي أن أنا شاعر عندي دواني وعندي دواني تحت الطبع فجمهوري الناس يعني زي زيها شفت أن في فئة كده ما فيش حد مهمشة مش عايز أقول أنها مقتولة في المجتمع بس هنقول مهمشة يعني تمام عندهم مواهد فيهم ناس بتكتب شعر وناس بترسم للأسف لا بيقدروا يعملوا معارض ولا بيقدروا يحضروا ورد شعر ولا أمسيات شعرية لأن ما بعرفش تواصلهم على الشعر أو الفنان يعني الموجود فالفكرة جات من هنا أن بتعلم لغة الإشارة وهعمل كمسيات شعرية هلقي فيها الشعر بلغة الإشارة لزول الإحتاجات الخاصة ده مدهش لكن بيطرح سؤال أساسي هو لغة الإشارة دي ثرية لدرجة أنها تنقل تعقيد الصورة الشعرية أستاذ جويلي أنا أقول له هتكالي حاجة لو أريد لو أريد ديوان شعري مترجم مثلا لبودلير أو أرس أو 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 دي مش لغتنا مش المسديكة اللي إحنا متعودين عليها نسمعها في أدننا أي وبتعجب بيه برضو تمام وبعدين الناس دي بتقدر تفهم من تعبير الوش ومن الباضي الأنجوث أنت عايز تقول إيه يعني هم حساسين جدا في الحتة دي وأنا عارف أن الموضوع مجهد طبعا بس ربنا يقدرني يعني والحمد لله هو عمل صدا كويس طيب وصلت لغاية فين هو أنا حاليا في مرحلة التدريب على لغة الإشارة تمام لأن أنا شغال على القسم الأولين من المشروع اللي هو الأمثية اللي زي بقول لحدك عليها دي بلغة الإشارة في قسم تاني اللي هو ورشة كتابة لزوية الإحتاجات الخاصة بحيث أن يكون نتاج الورشة دي طبعا مجمع من قصيبهم هم يعني حضرتك مثلا تمتك دي وان شعر مجمع لعشر شعر أو خمانقشر شعر سقرا مو توقعش عارف أصلا دوت أصم ولا ده من دول إحتاجات الخاصة ولا ولا يعني أنت يعجبك الشعر وهيبقى مرفق معاك بهاية بالفيديو المصورة فيديو بلغة الإشارة برضو للي ما بيعرفش يرى ويكتب منهم طيب إزاي بيقدروا يحسوا بالموسيقى الداخلية للقصيدة يا سيد حسين والله بيحسوا إحنا بس مش مفدقين أنه هم عندهم المهارة دي بس هم عندهم عندهم ده كويس جدا يعني وعندك نماذج من اللي كتبوه ولا لسه لا لسه طبعا نحنا لسه في مرحلة العمل يعني أنت ما عملتش اتصال معاهم ولا بتعمل اتصال لا أنا أنا بقعه بقعه عشنا عرف تاكولوجياتهم كمان لأنه صعب جدا صعب جدا أن أقول قصيدة لحد ريتك وتبقى نفس القصيدة لحد منهم لأنه لازم يوقفين ثقاء للقصيد اللي هيتمعوها فأنا بحاول أعرف تاكولوجياتهم هما لأنهما بيشوفوا الحاجة غيرنا لأنهما بيحسوا أصلا بأي تفاصيل في الدنيا غيرنا خالف فأنا الوقت في مرحلة زي ما أقول إيه مزج كده حسيس بيني وبينهم عشان أقدر أتواصل معهم أكتر يعني ده أنا أنا نفسي يا أستاذ حسام إذا كان لنا عمر كده إنه حضريةك تشرفنا ويكون مع الله يخليك بس بعد ما تكون امتلكت لغة الإشارة امتلاكا كاملا عشان تترجم وانت معانا على الهوى تترجم قصائد أو أبيات شعر نعمل ساعة كده فيها الحكاية دي عارف وأنا مدعوك دلوقتي على الهوى في الأمثال التحية إن شاء الله هنحدد معادها وهبلغ الإعدادة عند حضرتك بيها نعم نعم وتشرفونا وتصوروها برضو تمام دي الأمثال التحية نحدد فيها عدد كتير جدا من دول إحتاجات الخاصة إن شاء الله واللي هي الشرف الناجي ونعمل دولة تمانع الهوى للناس إن شاء الله إن شاء الله متشكر جدا يا أستاذ حسام والله شكر يعني أنت تستاهل الشكر مضاعفا الواحد بيشعر أنه أحيانا أنه الشاعر ده منغلق على ذاته يعني يقفل على نفسه كده عشان يقدر يكتب لكن تحس أنه في منهم كمان شعراء بيكتبوا وينفتحوا زي الوردة كده الوردة المتفتحة يحس بالناس أكتر ويتفاعل معهم أكتر ويخدمهم أكتر ده نموذج مدهش أنا ما شفتوش كتير الحقيقة أنا شفت نموذج يعني في التاريخ بيكلمنا عن نموذج الشاعر اللي هو في برج عاجي ومنغلق على ذاته عشان يقدر يبدع لكن إحنا عندنا نماذج كمان مدهشة زي الأستاذ حسام كده الله يبرك له والله الفرق بيننا إيه وبين الغرب في تصوركم إيه نشوف الفيديو الفيديو تحب 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 اشتركوا في القناة 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 اسمها التصريح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طريقا نعم اشتركوا في القناة طريقوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خالده اشتركوا في القناة 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 أنا عندي حاجات كتير عايزة أقولها لكم إحنا كده بقى أكسبنا مرتين لما الجيل ينزل ولما التضرر تفعل زائد ما أكسبنا الأصل كمان من تهم حقك؟ كيف أنت وارف معي من الصفر؟ ماذا أخطقت واحدة في الديت؟ ماذا حياتك؟ أخطاك البقاء 2 مليون تعرف إن كل ده ممكن يبقى ملكك لو بس قتلك القرآن أنك تحلم حكاية من أكسب ماذا أكسب أمام قبل مدينة وأموت في نفسي أموت وأموت في خوفي أموت وأموت في صمتي أموت أنا يا رسول الله أحيا كي أموت قالوا بأن الموت موت واحد وأمام كل دقيقته قلبي أموت قلبي أموت وأنا بالكارب وحبادي قلبي أموت في خوفي 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 أ اشتركوا في القناة